بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأخلح فالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعض وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولا جل يبلو بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويسلع بالهم ويدخلهم الجنة عبر فهالهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كدهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم جمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين جفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مطوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بجنة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لن يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسؤوه ماء حميم من فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تبواهم فهل ينظرون إلا الزاعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة واذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وظول معروف فإذا عزم الأمر فلو خدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عتيكم إن توليكم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم لقد الشيطان سول لهم وأملأ لهم ذلك بأنهم قالوا للذين ترغوا ما نزل الله سوطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يطربون وجوههم وأجبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخد الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في غلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القرول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونفدوا أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أضيعوا الله وأضيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى الزلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترقوا أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولا وإن تؤمنوا وتدعوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يتألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبطل ومن يبطل فإنما يبطل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم هم لا يكونوا أمفالكم ترجمة نانسي قنقر